السلام عليكم أخوتي إن شاء الله يريد أن نبخل معكم أخوكم كمال دائما من قناة بلانات ديزا كما أعودكم أخوتي وما تكون حسنا جديدة لنشاركنا مع أخوتي فيما يكون السكن الاجتماعي في مختلف ولايات الجزائر كما رأيكم أخوتي في المقال هذا من جريدة الجزائر سأخبركم الرابط نتحد دائما خوتي في صندوق الوصف وقبل ما نبدو أخوتي لا تنسوا دائما تدعمونا باللايك لأخوتي الدعم متاعكم هو الذي يحفزنا دائما وإشتراكم جديد وكذلك أخوتي الناس الذين يمشون تشتركوا تشتركوا في القناة وتفعلوا جراء الجرس بشير سيكم أخوتي دائما كل جديد الأنوان تالي يوم أخوتي ويقول مستغاليم يخص ولاية مستغالم خوتي وولاية مستغاليم توزيع 2600 وحده سكنية في مختلف السياق ولاية مستغاليم خوتي الولاية 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 والعظم غير ماشاء الله أخوتي مش كما الولاية عوهران الولاية عوهران لا يجري غمر لعب البحر الأبيض المتوسط المهم خوتي الروح للمقانون تالي كما رحكم تشوفه في الصورة توزيع سلطات المحلية لولاية مستغالم 2600 وحده سكنية في مختلف السياق في إطار برنامج سكني هام بمناسبة الاحتفال بالستينية الاستقلال وذلك لضمان تسليم المشاريع المبرمجة للتوزيع في أجالها المحدد وقامت السلطات المحلية بالوقوف على آخر الرتوشات بكل من سكنات عدل باستيديا والمقدرة ب188 مسكن وكذا 90 مسكن عمومي إيجاري ببلدية عين المويسي و64 بلدية فركانة أما خوتي بالقطبة السكاني الحشم عينت السلطات المحلية مشروع 614 مسكن في السيغات العمومي الإيجاري حيث اكتملت الأشغال بالسكانات نهائيا فيما تبقى أشغال التهيئة الخارجية والربط بالشبكات مع تنظيف الورشات والمحيط الحضاري الجاري وكشفت السلطات المحلية عن جاهزية مشروع 350 مسكن في السيغات العدل بالموقع ذاته على أن تكتمل كل الأشغال قبلها 25 جنوان فيما وقفت السلطات الولائية على مشروع مياد مسكن سيغات القاوي مدعم بالمنظر الجميل الذي اكتملت به السكنات فيما تبقى أشغال التهيئة الخارجية قيد الإنجاز وفي السياق أزدى الولي تعليمات وتوجيهات باحترام المواعيد المتفق عليها خلال اجتماعات التنسيقية مع التحذير الجيد لموعد تسليم السكنات للمستفيدين الذين طالما انتظرواها كما شفتوا خوتي الخبار هذا من جريدة جزائر سليح خالق مرة اشتركوا في القناة وكذلك خوتي لا تنسونا البداوية الخير والناس الذين يتشوفوننا أول مرة كذلك لا تنسوش تشاركوا في القناة فعل الجرس باش يشعركم دائما خوتي يكون جديد وهنا خوتي يحقنا الله في انتا فيديو وقرأوا دائما خوتي في فيديو جديد موقع لكم غير تهلو في الواحكم خوتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته